مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت على نطاق واسع أحاديث عن تجربة الشاب التونسي وسط تنويهات بجده والمثابرة في سبيل تحقيق الهدف بداية التجربة كانت مزحة وسط أصدقائه زياد بن أحمد حكى عن خطوات البدايات لأحد المواقع الإخبارية الخالجية وكيف أن أصدقائه لما حدثهم قبل سنوات بأنه سيأتي يوم سيصبح فيه مصمما خاصا لنجوم كرة القدم منهم من ضحك ومنهم من سخر الخطوة الأولى كانت بأن بدأ الشاب التونسي بتصميم مئة قبعة رياضية قام بصنعها وخياطتها وأحدد اسما تجاريا لها ثم تولى بنفسه بيعها لأصدقائه في تونس لم يكن أحد ليؤمن بأن رحلة أحمد إلى عالم نجومية مصمما قد بدأت بالقباعة المئة يقول الشاب التونسي في الحوار الذي أجراه مع الموقع الإخباري علي أن أعترف أيضا أن سلة القرابة التي تجمعني باللعب التونسي حارس مرمى نادي نيسا الفرنسي ومنتخب نسور قرتاج معيز حسن ساعدتني في التعريف بالماركة الخاصة بمنتجاته قبل ست سنوات تقريبا اتصلت به وعرضت عليه تصميمي الخاص للقبعات الرياضية فارتداها ونشرها عبر حسابه بمواقع التواصل وكان أن أعجب بها اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي كان في ذلك الوقت يلعب في صفوف نيس ونالت القبعات الخاصة بتلك الماركة بعد ذلك رواجا كبيرا في أوساط الرياضيين في كبرى أندية العالم إذ دخلت غرفة ملابس باريسان جيرمان الفرنسي من خلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيلين مبابي والبرازيلي نيمار ثم جاءت دور على كريم بنزيمة وغيرهم من نجوم الأندية والمنتخبات العالمي الكبرى في كرة القدم بعد سنوات تحول الشاب الذي عاش الكثير من الصعوبات المالية إذ لم يكن بحسب تصريحه يملك حتى رسوم إيجار الشقة التي يقتن بها في باريس تحول إلى صاحب ماركة أو علامة جارية للألبسة الرياضية في مشروع رائد بات يشمل اليوم قرابة 28 فرعا في مختلف أنحاء العالم أبرزها في كل من فرنسا، توركيا، إنجلترا، قطر، الإمارات العربية وإيطاليا فيما تستقر شركة الإنتاج الأم في توركيا مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي أجمع عبر حساباتهم على أن التونسي زياد بن حمد نموذج واقعي ومنموس للإيمان بالفكرة والنضال من أجل تنفيذها مؤكدين أن النجومية لا تنسج على منوال واحد اشتركوا في القناة